اشتركوا في القناة ادراج الحق ضمن المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وأكد العسوم خلال الندو التي نظمتها جامعة الدول العربية في معرض إكسبو 2020 دبي بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان أكد أن الحق في بيئة سليمة وثيق الصلب العديد من الحقوق الأخرى بما في ذلك الحق في الحياة والحق في الحصول على المياه وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى كما أوضح أن قضية تغير المناخ هي قضية عالمية تتجاوز حدود كافة الدول ولا توجد دولة بمفردها أو مجموعة من الدول قادرة على أن تتعامل مع هذه القضية بعيدا عن العمل الجماعي الذي يعد السبيل الوحيد لحماية الإنسانية من أي تهديد كارثي ترجمة نانسي قنقر